اه فحنبدأ في اه هنعمل سيرش على معرفش لو حدي منكم اشتغل عليه قبل كده لكن احنا هنشتغل اه بحيس ان احنا هنغطي الجزء المهم في الشبكات. نبقى برضو عندنا خبرة في الشبكات فحنكتب فده البرنامج بتاع او ان احنا نروح هنا على الايكونة بتاعته من على سطح المكتب. انا هعمل عليه. نفتح ده نسخة يعني في نسخة كمان لياه سبعة. اه احدث من دي لكن دي كلاسيك حلوة يعني سهلة يعني سهل التعامل معها فا اه هنشتغل عليها ان شاء الله. دي الصفحة الرئاسية بتاع الباكت تريسر الحقيقة يعني ايه? من من الشكل العام بتاعها زي اي ويندو في الدنيا. اه شريط العنوان اه شريط القوائم شريط اه الادوات وبعد كده فيه منطقة للرسم اللي هي المنطقة البيضة دي هنرسم فيها. اه في نوعين من الرسم فيه نوع اسمه وفي نوع التاني اسمه النوع اللوجيكل انه هو بيرسم رسمة اللوجيكل يعني يعني رسمة تخيلية كده. اه اما الفيزيكل ان هو يرسم اه يعني مسلا لو عايزين نحط شبكة يحط الشبكة في المبنى فعلا. يرسم مبنى ويحط الشبكة جوه المبنى. ويقول مسلا الاجهزة دي في الدور الاول والاجهزة دي في الدور التاني وهكزا. او مسلا الاجهزة دي في مدينة كزا لو لو طبعا شبكة كبيرة وفيها اكتر من مدينة. فيقول مسلا اشتكوزي ده في المدينة كزا جنب بعضه وايه? ويبقى فيزيكال. فيزيكال يعني يعني واقعي. يعني على ارض الواقع. طبعا اللي على ارض الواقع ده بيبقى صعب التعامل معاه. لكن اللوجيكال بيبقى سهل. يمكن التعامل معاه. فحنفضل على اللوجيكال. آآ عندنا على اليمين دي ادوات مساعدة. آآ اداة ممكن نكتب بيها نص. اداة نحذف بيها حاجة موجودة. آآ ندور على حاجة. الكلام ده كله هتعرف عليه ازاي نعمل باكتز. اللي هي سيمبل باكتز ان نعمل على الشبكة ونشوف هي شغالة ازاي او آآ بتتحرك ازاي. آآ فا او يعني انا قصدي الباكتز نفسها بتحرك ازاي جوها الشبكة. فممكن ايه نستخدمها عشان نفحص ازا كات الشبكة شغالة ولا لا. وهنا بقى اهم حاجة في الدينة دي كلها في في الباكت تريسر ده كله اللي هي الجزء اللي تحت ده. الجزء اللي تحت ده بيجيب لك الادوات بتاعت الشبكة او المكونات بتاعت الشبكة. احنا قلنا الشبكة فيها تلاتة انواع من المكونات. آآ المكون الاولان اللي هو آآ اللي هو الهوست. تعريبا اللي هما الـ اه الـ اللي هي فيها الاجهزة الكمبيوتر ومش اه واجهزة اللاب توب وحاجات اللي بتتصل بالشبكة على جهزة اللي بتتصل بالشبكة اسمها الـ ديفايسيز. وبعدين الكور ديفايسيز زي الاجهزة بتاعة الراوتر والحاجات دي. واجهزة آآ الميديا اللي هي اللي هي زي الاسلاك المختلفة زي الفايبر زي الحاجات دي كلها اسمها هنا. فلو قفت على واحدة من دول يعني لو قفت على واحدة من دول وضغطت هيجي لك لستة من الحاجات. لو ضغطت تاني يجي لك لستة تانية. لو ضغطت تالت يجي لك لستة تالتة. لو ضغطت رابع يجي وهكذا. وكل واحدة من دول تحت يعني مسلا اول واحدة دي دي تتابع لها. لو ضغطت هنا يجيب لك الحاجات تانية. لو ضغطت هنا يجيب لك دي. يعني ايه? يعني قايمة كأنها من ثلاث مستويات. المستوي الاولى ان انت تضغط هنا. المستوي التاني تضغط هنا. والمستوي الرابع ان انت تختار الحاجة اللي انت عايزها. تمام طب خلينا نعمل كده حق شبكة بسيطة بسرعة. آآ عايزين جهاز اهو ناخد جهاز نحطه سحب نشيله سحب يعني نسحبه سحب. وبعدين ناخد جهاز تاني جهاز تالت جهاز رابع. دول عايزين نوصلهم في شبكة. فاحنا قلنا طبعا لو انتم فاكرين موديل بتاع جرهام بيل ان احنا نوصل كل جهاز بالتاني بسلك. او ان احنا نشوف سويتش مركزي وهو اللي وصلنا ببعض. طبعا السويتش المركز ده كان في قلنا ان هو كان واحدة ستة كان بتوصل الناس ببعضها فعلا تلزل الاسلاك ببعضها. بعد كده بقى اوتوماتيك. فاحنا هنجيبه اوتوماتيك. بس المرة دي هندخل على آآ الاجهزة الهنا في الاول. وبعدين في حاجة اسمها الهب. هنشيل الهب ده. وهنعرف ايه حكاية الهب ده بعد كده. الهب ده زي المشترك. عارفين المشترك بتاع الاجهزة المختلفة زي الغسالة والتلاجة والموبايل والفي مشترك كده بتاع الكهرباء اللي بيبقى ليه سلك. بتحطه في الكهرباء وبعد كده بيبقى ليه فتحات كتيرة فممكن توصل فيه اكتر من جهاز تليفون مش عارف راوتر آآ الشحن بتاع الموبايل بتاعك. هنا برضو الهب ده بيشتغل زي المشترك. المشترك ده بس بيوصل الشبكة ببعضها. بيوصل الاجهزة دي كلها ببعضها. هنشوف هنعمل ايه? هنضغط على عشان نوصل ونختار اللي بتختار لنا او نختار اللي هي طبعا لو قفت هنا بيجي الاسم تحت هنا لو انتم تبصوا تلاقي يعني هنا تلاقي الاسم بتغير تحت هنا في الحتة دي. فاحنا مسلا هناخد اييي? هناخد استريت لأ اه كروس اوبر لأ الا الا ونجيب واحد تاني ونتغل الضغطة هنا ونختار الاثرنت وتضغل الضغط هنا ونختار. اللي هي الفتحة اللي في ضهر الجهازale بتوصل آآ اللي هي بتاعة الشبكة فتح فتحة الشبكة تلاقيه في ظهر الجهاز كده. هنا فيه اربع فتحات وراء في ظهر الجهاز ده. آآ السيريال واليو اس بي واحد ويو اس بي اتنين والفاست ايتر نيت زيرو. فاحنا بنوصل الاجهزة. طبعا كل ما تستخدمه آآ فتحة يعني كل ما تستخدمه فتحة ما 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 بيتمش استخدامها تاني. يعني مسلا هنا هتفتح هنا هتلاقي هتلاقي كل هتلاقي كل الايه من زيرو لحد اتنين خلاص تم استهلكهم. هنا اخي الثلاثة رقم تلاتة. طيب. دلوقتي عايزين نتأكد ان الشبكة دي شغالة. عايزين نتأكد ان الشبكة دي شغالة. فحنروح على الجهاز الاولاني. حنشوف الاي بي ادرس بتاعه. مش باين له اي بي ادرس. مش باين له اي بي ادرس. فانا لازم اتدي له اي بي ادرس. لابنه لازم اروح اتدي له اي بي ادرس. لو ضغطت دبل كليك. وروحت على بتاعه. ده طبعا المنزر العام بتاعه. اللي هو الشكل ده شكل الجهاز فعلا اهو. ودي وده بتاعه جهاز زي اي جهاز. وده الشكل الشكل بتاعه يعني. والدسكتوب بتاعه زي زي الدسكتوب العادي بتاع الجهاز العادي. وبعدين هنروح على بتاعه. واو نروح على ال IP configuration. نضغط على ال IP configuration. وندي له static IP address. ندي له اي IP address زي مسلا مية اتنين وتسعين. مية تمانية وستين. ضوت واحد ضوت عشر. تمام? وبعدين نروح ندي له واحد تحطه لك وتوماتيك متين خمسة وخمسين. متين خمسة وخمسين. متين خمسة وخمسة وخمسة وخمسة. تمام كده? وطبعا هو مفروض في حفظ وهو بيحفظ وتوماتيك خلاص. لو اتضغطت اتنين حلاقيه خلاص حفظها اوتوماتيك. نروح للجهاز التاني ده. ونتدي له برضو اي بي ادرس بنفس الطريقة. ندي له اي بي ادرس. مية اتنين وسعين. مية تمانية وستين. ضوت واحد ضوت اتناشر. وبعدين ندي له سابنت ماسك متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين كزا. طيب ده رقم اتناشر. تمام? وده رقم كام? لو قفت عليه برضو عشان اعرف ممكن اقف عليه. اقف عليه بس كده. مدي له اي بي ادرس انا كام? عشرة. لو بصيته هنا تحت تحت كلمة اي بي ادرس. انا طبعا لو حركت الماوس هيروح الكلام. هتلاقي في كلمة اي بي ادرس تحت كده. اه مش فوق. يعني قصد فوق. اول سطر كلمة بورت لينك اي بي ادرس. انزل تحت كلمة اي بي ادرس. هتلاقي الاي بي ادرس. مكتوب مية اتنين و سعين مية تمنوا و ستين واحد عشر. هنا برضو لو وقفنا هنا هتلاقي اي بي ادي اوتوماتيك مش مدي اوتوماتيك ادرس نوت ست. يعني ما فيش اهل في ادرس. فاحنا بقى عايزين العشرة والاتناشر دول احنا عارفنا الاي بي ادرس. يما نروح الاتناشر ونشوف هو بتتصل بالعشر ولا لا يما نروح العشرة ونقول له هو ما اتصل بالاتناشر ولا لا. فاحنا احنا اخد ده الاتناشر ونفتحه. ونروح على حاجة اسمها ونعمل امر اسمه ده بيختبر ازا كان الاتصال تم ولا لأ فاحنا نقول مئة اتنين وتسعين احنا في اتناشر فاحنا هنختبر على عشرة مئة اتنين وتسعمية اتمن وستين ضوط واحد ضوط عشرة ونعمل انتر يعني فعلا بيجيب لي البيانات بيعمل فعلا دي معناها انه هو في اتصال في اتصال انا مسلا لو اخترت مش موجود على مش موجود زي مسلا تلتاشر. ما فيش جهاز اسمه تلتاشر. لو عملت ما فيش جهاز اسمه تلتاشر. فالمفروض ان هو حيقول يعني مش قادر يوصل للتلتاشر ده. ما فيش جهاز على الشبكة اسمه تلتاشر. فيطلع ليه? هو بيبعت اربع واولانية ما وصلتش. بعت واولانية ما وصلتش بتاني ما وصلتش. حصل لها الطريق سعينا. الربعة وهكزا نسبة ارسال اربع باكت نسبة لاستقبال صفر. آآ نسبة الفقدان مية فى المية. يعني فقط كل حاجة في ال المية. اما هنا فوق اللى اللي اللي تم ارسالهم اربعة. اللي تم استقبالهم اربعة. اللي تم فقدانهم صفر. ونسبة الفقدان مساو صفر. لانو بعد اربع باكتس وحصل عليهم تاني. فانعمل تاني هو. لو عملنا على عشرة بينج على عشرة. فيجينا رد على طول. لو احنا بقى عايزين نطور الموضوع شوية فاحنا ممكن نجيب آآ ناخد آآ احداشر وتلاتاشر فاحنا نعمل ادرس احداشر وتلاتاشر. نيجي هنا ونقول له مية اتنين واسعين مية تمانية وستين. دوت واحد دوت احداشر. وبعدين ده يبقى تلاتاشر لان احنا عندنا عشرة وحداشر وتلاتاشر فضل تلاتاشر اهو. هنختار آآ وندي له بتاعه مية اتنين واسعين مية تمانية وستين دوت واحد دوت آآ تلاتاشر والآي بي ادرس اللي هو اللي هو اصاب نتماسك متين خمسة وكمسين متين خمسة وخمسين زيرو. طيب كده احنا حطينا اي بي ادرس لكل الايه لكل الشبكة. خلينا بقى نشوف الموضوع بتاع السيميوليشن ده. اللي هو ايه? الهب ده مشترك. يعني ايه? لو لو بي سي واحد عايز يتكلم بي سي اتنين. في ايه اللي بيحصل? بيبعت الباكت والهب بيوزع الباكت على كل الناس. حتى يرجع الباكت للبي سي واحد في بعض الاحيان. الكل واحد منهم يفحص هي الباكت جايله ولا مش جايله? لو جايله ياخدها. لو مش جايله يعمل لها دروب. خدوا بالكو. تاني. الهب ده بيعمل حاجة اسمها برودكاست. برودكاست يعني ايه? يعني بيبعت الباكت لكل الناس اللي موجودين على الشبكة. برودكاست. طبعا لما انجار السويتش حقول لكم لا ده السويتش عنده تيبل وبيحفظ. بيعمل حاجة اسمها الماكي ادرس اا الماكي ادرس مابينج. وبيقدر يحتفظ بيعمل بيعمل تراكل للايه? للاجهزة. فما بيبعتش لكل الناس. بيبعت لشخص واحد بس. اول مرة بس اللي بيبعت لكل الناس. انما بعد كده بيبعت للايه? انما هنا على طول لو جينا بقى عايزين نشوف الموضوع ده. نشوف المنظر ده. عايزين نتفرج عليه. عارفين عايزين نتفرج نشوف الموضوع ده. فهنا نروح هنا. ونيجي هنا كده. يعني ناخد باكت ونحطها هنا. ونحط الباكت التانية هنا. ونيجي على حاجة اسمها سيميوليشن. حطينا الباكت اهي. والباكت عند بي سي واحد. خد بالكم انا اخترت السيميوليشن من تحت من على اليمين عشان في ناس هتلخبط جامد وبيبضلوا شغالين هنا وما فيش حاجة بتظهر. لأ. هنا كل حاجة بتظهر. هنختار هنا اللي هي سيميوليشن. وبعدين نيجي بقى ايه? نقول له. اه. اوتو كابتشر بلاي. من حتة دي كده. نقول له اوتو كابتشر بلاي. ونسيبه بقى ايه? يورينا المنظر كأنه بيعمل عنيميشن. شايفين المنظر? الهب هستقبل الباكت. وبعدين هيعمل ايه? كانه هنفجر. هيبعد الباكت لكل الناس. تمام? احنا قايلين الباكت هتيجي هنا. فطبعا الباكت هيعمل اكنولدجمنت. برضه هنفجر. هنفجر. لكل الناس. واحد بس. طبعا ده هعمل له دروب وده هعمل له دروب وده. هعمل تشيك. ان هو استقبل. ده اللي بيحصل بالزبط في الشبك. في الهب. الهب بيحصل في كده. طبعا ايه? كده خلص السيميليشن. ممكن ايه? ليجي نقول له اا نعمل له ايه? ريسيت ولا ايه? اا اعتقد. ريسيت منين ريسيت? اا ريسيت سيميليشن. من هون نقول له ريسيت سيميليشن. ولو عايزين ننظف ده ننظفه منين فيه في زر صغير كده. زر صغير على الجنب شايفين? في زر اهو سهم على اليمين. لو بين عندكم. آآ نضغط عليه. وبعدين نيجي هنا ونقول له. خلاص. رجعنا. ايه? شلنا الباكت. وبعدين نضغط على ونبص خلاص رجعنا للوضع الاول هنا. تمام? فاهمين معايا? حد معايا? شايفين الشاشة? واضح يا دكتور. واضح كويس? واضح ايه. طيب فيه سؤال ولا حاجة? اي سؤال اي حاجة عايزين تفتر تفتر عن حاجة? ها? عندكم ولا لأ? حد عنده الباكت تريسر? البرنامج ده هنازل عندكم حد خد دورة في سيسكو ولا حاجة? مش موجود مع حد خالص? لا مو موجود دكتور. طيب خلاص انا هبعته لكم على هبعته لكم على الجروب عشان اه تتمرنوا بقى طبعا همسجل الكلام ده. واضح. وعايزكم تمرنوا عليه ان شاء الله. يعني تمرنوا عليه بشكل عملي عشان تفهموا الشبكات لانه الشبكات من جار شهول عملي مش هتفهموا منها اي حاج. تمام? تمام قدرت. فا اه خلينا نكمل. المرحلة دي المرحلة الاولى بقى ان احنا بنشتغل بالهب. والهب احيانا بيبقى مفيد في بعض الاجهزة يعني في بعض الشبكات الصغيرة. لكن لو لو استخدمنا اه شبكة لو عندنا شبكة كبيرة هتبقى مشكلة كبيرة جدا. لان الهب بيعمل حاجة اسمها زي ما قلت لكم. وطالما بيعمل برودكاست هيزحم الشبكة جامد. لو لو عندنا اجهزة كتير يعني هيزحم الشبكة فعلا. هيبوز الشبكة خالص. ترافيك هيبقى ضعيف جدا. وعدتلاقي النت ضعيف جدا عليه. بيبقى فيه بديل ليه? البديل ليه مين? لو شلنا ده. لو وقفنا على الهب وروحنا. ده الهب شكله من جوة بصت شايفين ظهره عامل ازاي ده? زي بوكس صغير كده. ده ظهر ايه الهب. عبارة عن مشترك فيه تحط الاجهزة. تركب الاجهزة في ظهر زي الفتحة بتاعت الشبكة في اي جهاز. لو انت فتحت اللابتوب بتاعك ما بتلاقي فيه فتحة كده زي دي بتاع الشبكة. هو عنده بقى ست فتحات. مشترك ممكن يتحمل لحد ست اجهزة اكتر من كده ما يقدرش يتحمل زي ما شفنا. لما نيجي نوصل منلاقي ست فتحات فعلا. وكل مرة بتنقص. بينقص العادي. لو احنا بنركب يعني منشد السلك فمنلاقي ست فتحات فبنختار واحد منه. فدول هما ست فتحات. خد بالك ان انت لو ضغطت هنا شايفين الزر ده? الزر ده زر حقيقي. يعني انت لو ضغطت عليه كده اهو شايفين? هيفصل الهب. يعني فيه سيميليشن حقيقي. لو انت ضغط كده شايفين اللمبة للخضرة دي? اللمبة الخضرة دي بيتشغل الهب. شايفين اللون الاخضر ده معناه ان ايه الهب شغال. اما تضغط تفصل بيفصل. اللون الاحمر ده معناه ان الهب مش متوسط. ما احنا مش عايزينه متوسط لان احنا هنشيله اصلا. نضغط عليه كده. ونيجي هنا شايفين الرمز ده. الرمز ده بتاع الديليت. هيقول لك انت انا فعلا عايز تشغل الديليت للهب هتقول له ايس. شلنا الايه? الهب. نيجي بقى نوصل بحاجة تانية. ايه هي? نوصل بالسويتش بقى. يعني اللي هو بتاع الشبكة اللي احنا عارفينه يعني. حنيجي نضغط هنا. وحنلاقي في حاجة اسمها سويتش. وخلينا ناخد اللي هو السويتش الجيناليك اللي هو ده مسلا. خلينا ناخد ايه? تسع عشرين ده. تسع عشرين خمسين او اربعة وعشرين. خلينا ناخد اربعة وعشرين. ده السويتش اللي احنا هنشتغل عليه. لو انت ضغط دابل كليك عليه كده. هتلاقي بقى ايه السويتش بقى يعني الرسمة بتاع السويتش. شايفين السويتش بقى? شفته لو انت روحت الجامعة كده تلاقي فيه آآ راك آآ بيتعلق بوكس كده لو انت روحت الجامعة عندنا. تلاقي فيه في المعمل تلاقي راك راك بوكس كده متعلق في ركن المعمل. وتلاقي فيه كزا واحد زي كده. ده سويتش. ده شكل السويتش بنوعه. شايفين الفتاحات ديه? كتير بقى. لانه هو آآ بيوصل آآ جهزة ببعضها بالشكل شوية. فآآ هنيجي على السويتش وبرضو هنوصل بنفس الطريقة هنروح هنا ونقول وناخد ونوصل عادي خالص هنختار واحد منهم. ونختار للبي سي اترنت زيرو. خدوا بالكم ان هنا السويتش ما بيوصلش على طول. بياخد وقته على ما يشتغل هو. اللون البرتقاني ده معناه انه بيقوم يعني عارفين الجهاز بتاع الكمبيوتر كده لما يحمل هو بيحمل لسه. بي سي واحد. ونختار السويتش نختار فاست اترنت تو. وبي سي تو ونختار فاست اترنت زيرو. برضو هنا. وهنا ونختار. تمام لو احنا روحنا شايفين اللون اللي اخضر ده معناها انه ايه? انه كده خلاص الفتحة دي بقت جاهزة للعمل. لو احنا عايزين نسرع الموضوع شوية ممكن نعمل حاجة اسمها باور سايكل ديفايسيز او فاست فورورد آآ فاست فورورد تايم. لو ضغطت كده هيخضر لك كل حاجة مراحل. فاست فورورد دي يعني اعمل لك سيت اوب كويس. عايزين نشوف كده من غير اعدادات للسويتش. يعني احنا برضو المفروض نعمل اعدادات للسويتش. لو انت بصيت هنا في السي اللاي هتلاقيه. عامل لك كل كل حاجة. كل حاجة تمت على يعني هو الجهاز بيحمل اهو. الجهاز بيحمل اهو. من كزا كزا ومش عارف ايه وجهاز شفتوا الجهاز وهو بيعمل بوت. الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعكم اول ما بفتحه ما بفتحش الويندوز على طول بيقعد يعمل لود كده وبتاع اهي دي الحاجات دي حصلت واحنا مش شايفينها. كل ده. كل ده حصل واحنا مش شايفينها. طيب. عايزين نشوف هل الاجهزة دي متصلة ببعضها ولا لا? عايزين نعرف هي الاجهزة اتصلت لبعضها ولا? فيه مشكلة في الاتصال? لا. عايزين نعرف ازاي? نتأكد برضو ان البي سي واحد ليه? الاي بي ادرس بتاعه زي ما هو. والبي سي اتنين. الادرس بتاعه زي ما هو ما تغيرش. عندنا تلاتاشر واحداشر. خلينا نشوف ندخل من تلاتاشر نعمل على خلينا ده كان بي سي تو ده احداشر. خلينا هنا نعمل على احداشر ونشوف نعمل بينج بينج يعني نختبر الاتصال. فهنعمل بينج كده نقول بينج. مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين دوت واحد دوت كام? احداشر. ونعمل اتصال. حاولك لو انت شايف كده الريبلاي. تمام? هيعمل عادي خالص وسريع. لو انتوا لاحظتوا اسرع من الهب. اسرع من الهب. طيب خلينا نشوف كده الحكاية بتاعت الايه? بتاعت الاتصال دي بالسيميوليشن اللي احنا بنعمله ده. هنيجي هنا ونضغط آآ على ونختار ونحط من واحد لحد من ونضغط على تاني هنا. ونشوفه بقى حيعمل ايه بقى? نقول له كده. وبصوا كده على السيناريو. السيناريو ده ما ما بيخلص ازاي بتاع ما بيخلص ازاي الهب ومال ايه? بيفضل مستمرة على طول. بصوا كده. حيامل حاجة اسمها الارب. شايفين? بيروح. ما بيعملش برودكاست. ما بيعملش برودكاست. بيروح على الجهاز بس ما بيروحش على ايه جهاز. بيروح على على الجهاز اللي هو عايزه بالزبط. تمام? بييجي بعد كده بيعمل حاجة اسمها الارب دي 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 اه اللي هي بيدخل بقى يععد يعمل يعني ايه? بيعمل حاجات زيادة شوية. ان هو ان هو بيبدأ آآ يعني يبدأ يعمل يعمل حاجة اسمها بروتوكول حابا اقول لكم عليها يعني قدام لو لو الوقت جيه. اللي هو بيتأكد من ان الشبكة ما فيهاش تمام? كل ده بيحصل يعني فعلا اللي بيحصل ده في الواقع بيحصل. كل بروتوكول من دول. بس انا مش عايز ادخل معكم في التفاصيل بتاعة البروتوكولز الجديدة دي والحاجات دي تي بي والكلام ده خلينا لما ييجي وقتها. هنعمل وحنشيل الباكت من هنا ويبقى احنا كده خلصنا الجزء ده. يبقى احنا عرفنا ان السويتش بيبعت لي الجهاز المخصوص فقط ما بيعملش بروتكاست زي الهب. الهب بيعمل بروتكاست ومشكلته مشكلة لان آآ يعني الاجهزة كلها بتشوف الباكتس دي طبعا بالنسبة للهاكينج والحاجات دي الهب ببينفعش خالص لان بسهولة جدا ممكن اخد نسخة من الترافك اللي بيمشي على الشباب. طيب آآ هل فيه اي سؤال يا شباب اي سؤال الاستفسار اي حاجة. عالجزء اللي فات ده. دكتور استعمالات الهب فيش طيب ده من يسوي بروتكاست للاجهزة كلها? آآ الهب موجود لحد دلوقتي يعني انا شفت اجهزة بتستخدم الهب شبكة صغيرة يعني انت لو عايز تعمل شبكة صغيرة شبكة معمل حاجة زي كده لانه خيص ارخص بكتير من السويتش فآآ لانه ما فيوش بروتوكولز بقى ولا برمجة ولا حاجة ده هو هاردوير وخلاص يعني هو هاردوير مفيش مفيش برمجة مفيش ليفل اعلى هو فيزيكا البس يعني. عارف اللي الطبقات بتعطي الشبكة في الفيزيكال ولير اللي تحت دي وبعدين في وفي هو هو لير واحدة بس. ما فيوش لير زي تاني. عشان كده ما فيوش اي برمجة ما فيوش اي حاجة. فسهل ان الناس تجيبوه. وفي الشبكة الصغيرة ما بيبانش ازا كان ما بيبانش فيه مشاكل يعني. بيبانش فيه مشاكل يعني. بيبانت رافت بتاعه عادي يعني. في السرعة يعتبر السويتش أسرع السرعة أسرع السويتش لا السويتش دي انت اتنقلت من الليفل بتاع الهب للسويتش دي نقلة جنبة جدا يعني فيه حاجات كتيرة جدا يعني فيه ليفلز أعلى من الهب بكتير يعني فيه مثلا فيه حاجة اسمها الارب الارب دي بيجمع الماك أدريسيز بتاعت الأجهزة وبيسرع العملية جدا بيخلي الموضوع الاتصال سريع جدا مفيش ترافيك زيادة ولا كده تمام؟ واضح طيب تمام هي كانت محاضرة النهار ده كده خفيفة كده وظريفة كده مفيش أي حاجة تانية بس التسجيل